المورد الثالث عشر فقد ذكر العلامة دهلوي أنه الزهري قد ابتلى بصحبة الأمراء قد ابتلى بصحبة الأمراء بقلة الديانة ليأتي الزهري وليأتي من ينتقد الزهري والسستاني بأي ابتلى ابتلى رسائل ومواصلات مكثفة مع المحتلين مع الفاسدين لا الشغل ولا مشغلة عاطل عن العمل لا كتابة لا قراءة لا الدراسة لا صوت لا صورة لا إشارة يقول أنه قد ابتلى بصحبة الأمراء بقلة الديانة وكان أقرانه من العلماء والزهاد يأخذون عليه وينكون ذلك منه وكان يقول أنا شريك في خيرهم دون شرهم فيقولون ألا ترى ما هم فيه وتسكت الدهلوي رجال المشكات ترجمة الزهري أقول الله يرحمهم ويرفع من شأنهم وهم يأخذون على الزهري عمله في البلاط الأموي وسكوته على فسادهم وسكوته على فسادهم ومنكراتهم فتعالوا يا علماء الأمة وشاهدوه السستاني الذي لم يكتفي بالسكوت على الجرام والفضاح والمنكرات والفتن والفساد بل صار مؤسسا وفاعلا وقائدا لتشريع الاستعمار والاستغلال واحتلال الشعوب والولدان وسلب ونهب الثروات والممتلكات وتجييش الناس وإثارة الفتن والبلابل والقلاقل بينهم حتى التقاتل والقلاقل بينهم حتى التقاتل وسفك الدماء وتهجير الناس وإبادة المدن كاملة والإنسان إضافة إلى تشريع المنكرات والإباحيات والمثلية والفلنتاين والمجون والطرب والغناء فله الخزي وله العار وله نفحات من نار وفي النار